موسيقى نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز وسعادة السيد عبدالله بن حسن البوعينين رئيس المحكمة الدستورية حيث رفعوا إلى جلالته أخلص التهاني وأطيب التبركات بمناسبة الذكرى السنوية الثانية والعشرين للتصويت على ميثاق العمل الوطني معربين عن عميق اعتزازهم بقيادة جلالة الملك المعظم الحكيمة ونهجه السديد مشيدين بالإنجازات النوعية التي تحققت للمملكة وشعبها الكريم في عهد جلالته الزاهر سألين الله تبارك وتعالى أن يحفظ جلالته وفقه ويرعاه وينعم على جلالته بمفور الصحة والسعادة ودوام العافية والعمر المديد وقد باد لهم حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه التهنئة بهذه الذكرى العزيزة شاكرا لهم تهنيهم ومشاعرهم الطيبة وأشاد جلالته بالإنجازات العديدة التي حققتها السلطة التشريعية على صعيد تطوير القوانين والتشريعات وإسهاماتها البارزة في تعزيز مسيرة التنمية الحضارية والدفاع عن مصالح الوطن العليا وبالدور المهم الذي تطلع به السلطة القضائية في تعزيز مبادئ العدل والمسواة والحفاظ على الحقوق والحريات منوها رعاه الله بمستوى التعاون والتنسيق المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وهمية تعزيزه لتحقيق كل ما فيه الخير والازدهار للوطني والمواطن واستذكر جلالة الملك المعظم في هذا اليوم التاريخي الوقفة الوطنية الصادقة والمشرفة لشعب البحرين الوفي والتي جاءت ملبية لتطلعات أهل البحرين بإجماع غير مسبوق جسد الهوية البحرينية الجامعة والمتطلعة للتطوير والتقدم الحضاري مؤكدا جلالته أن ميثاق العمل الوطني سيبقى نبراسا لطريق مسيرتنا المباركة ونجني ثماره لتعزيز مختلف الجوانب الديمقراطية والتنموية كما أكد جلالته على المضي قدما على طريق العمل والإنجاز وموصلة النهضة التنموية نحو بلوغ أهدافنا لتعزيز مكانة المملكة بين دول العالم المتقدم وتلبية تطلعات المواطنين لمزيد من التطور والتنمية مثنيا على عطاء ابناء البحرين في مسيرة الوطن المباركة وما يقومون به من دور هام في تعزيز ريادة المملكة على كافة الصعود مؤكدا جلالته أن المواطن البحريني سيظل على الدوام محور التنمية الوطنية وغايتها الأساسية وخلال اللقاء جدد جلالة الملك المعظم التأكيد على وقوف مملكة البحرين وتضامنها الكامل مع الجمهورية العربية السورية وجمهورية تركيا وشعبيهما الشقيقين وتقديم كل ما يمكن من الدعم والمساعدة لتجاوز أثار وتداعيات الزلزال الأخير معربا عن تقديره واعتزازه بجهود الإغاثة الإنسانية التي يقوم بها فريق البحث والإنقاذ التابع للحرس الملكي بقوة دفاع البحرين ضمن عملية سواعد الغيث في المناطق المنكوبة بجمهورية تركيا بمتابعة سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وبالوقفة المشرفة للمواطنين والمقيمين بتجاوبهم الكبير مع الحملة الوطنية التي تنظمها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لمساعدة الأشقاء في السورية وتركيا والتخفيف عنهم جراء هذه المأساة الإنسانية ومقدران العمل الإنساني الذي تقوم به المؤسسة الملكية ومساعيها الخير في هذا الشان وأكد جلالته على الدور الإنساني النبيل الذي تطلع به مملكة البحرين ونهجها الأصيل في إغاثة المحتاجين والمتضررين من الكوارث المختلفة في بلدان العالم الشقيقة والصديقة ترجمة نانسي قنقر